اشتركوا في القناة تمرينة صباحية كالتمرينة قوية تطمن فيها ميسر مارسل كولر على جهزية اللاعبين لاختارهم عشان يمثلوا الاهلي في رحلة غانا خائمة الغيبات الحقيقة ما زالت مستمرة واسماء كتيرة ومؤسرة لكن اعتقد ان الاسكواد الى حد كبير بعد دخول بعض الاسماء عليه بالذات على المستوى الهجومي مطمئن بالنسبة لجمهير النادي الاهلي الى حد كبير عودة برسيتاو تقلق رضا سليم في الدقائية البسيطة اللي شارك فيها في مباراة شباب لزداد ودخول المهاجمة الجديد صفقة الاهلي في المركات الشتوي وسام ابو علي كلها حلول تدعم قدرات الاهلي الهجومية اللي غابت اوما كانت سيزهرة بشكل مؤثر في مباراة شباب لزداد ونتمنى ان شاء الله انها باذن الله تقدر تحسم التأهل لدور الستاشر بداية من مباراة او موقعات الجمعة اللي جاية كلام كتير على مطش ميديامة وخصوصا زي ما قلت لكم في انطلاق الدور المجموعات واللي فاز علي النادي الاهلي يختلف عن ميديامة سواء على مستوى الاسكواد على مستوى الاسماء اسماء رحلة اسماء مهمة كمان يمكن في مقدمتهم سواء لعب الابرز او اللي لفت الانظار في مباراة الازهاب رحل بالفعل عن ميديامة انتدابات في المركات الشتوي تغيير في الاجهزة الفنية او في الجهاز الفني فهنحاول نقرب شوية من شكل ميديامة اللي مازال بيمتلك ايضا لازم تحط النقطة دي في الاعتبار فرصه وحظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل بالنسبة له مباراة هي الاسهل يعني هي الاسهل والاصعب في نفسه الاصعب لانه بيواجه الاهلي والاهلي هو المرشح الاول مش لصدارة المجموعة لكن لتحقيق اللقب فبالتالي هو بيعمل للاهلي الف حساب لكن في النفس الوقت اكيد عارف كويس انه مباراة على ارضه بحسابات النقاط الاهلي في الصدارة في المركز الثاني والثالث خمس نقاط ميديامة في المركز الاخير اربع نقاط فالحزبة دي او الارقام ده يقولك انه الضفعة كبيرة جدا عندي ميديامة عشان يحاول يحاول ومن حقه طبعا طموح مشروعا يحاول نكسب الاهلي فبالتأكيد هيفكر باللقاء ده على انه لقاء اما الحفاظ على الفرص والاستمرار في البطولة اما الخروج والتوديع البطولة مبكرا هنتكلم على المطش بكل تفاصيله هنحاول نقرأ السيناريو للموجهة سواء من وجهة نظر ميديامة او طبعا واللي ده اللي يهمنا بشكل كبير من وجهة نظر الاهلي ان شاء الله في موجهة الجمعة